اكثر من 70% من اكبر 5000 شركة عالمية شاركت في الدورات السابقة شاركت في هذه الدورة ايضا نتمنى انه احنا كفلسطينة ومنتجات فلسطينية نقدر نشارك في الدورة القادمة اللي هي ان شاء الله في العام القادم وتكون هاي الجائحة انتهت من العالم واللي هي اصلا سيطرت عليها الصين المعرض الذي يشكل فرصة ثم اي مشارك فيه للقدرة الاستيعابية للسوق الصيني لاي منتجات تعمل جمعية الصداقة الصينية الفلسطينية على اطلاع كل الشركات في فلسطين كي تبدأ بالاستعداد للعام القادم لاهمية هذا المعرض خاصة انه يجمع الشركات الاجنبية في الواردات الاجنبية للصين فهذا الاشي كان له وقع كفير جدا علينا خاصة انه احنا في جمعية الصداقة كنا نعمل على عملية جمع تجار ومصنعين فلسطينيين يملكون منتجات من اجل ارسالها الى الصين للمشاركة في هذا المعرض ويتوقع رجال اعمال زور المعرض في سنوات سابقة ان يحقق المعرض هذا العام انجازات كبيرة تنعكس على الاقتصاد العالمي ويوسع دائرات الانفتاح وتعميق العلاقات بين الصين ومختلف الدول هم اقاموا المعرض بشكل كامل بل على الاكس تم توسيعه بشكل اكبر لاستقبال تكنولوجيات جديدة وبضائع جديدة ومنتجات جديدة يمكن عرضها في المعرض وهذا ما يحصل توقعاتي انه بنسبة 30-40% ارتفاع في حركة تجارية داخل هذا المعرض السني باهتمام كبير يتابع الفلسطينون معرض الصين الدولي للاستيراد في نسخته الثالثة خاصة وانه انعقد في ظل ظروف استفنائية مؤكدين انه سيحقق نتائج اكثر مما كان عليه في النسختين السابقتين حمد صانوريسي جديان العربية رام الله